نحاول اول فترة او اول مرحل باعادة النظر للوجه هي اعادة الحجم للوجه نسينا نعمل بطريقة اعادة حكم الدهون او استعمال مواد غير طبعا دكتور قاعدين نشوف مع المشاهدين بعض الصور يريتك تشرح لناك الصورة والمراحل الليك ما فيها هايدي صورة رمضان ثالي قبل ما يعني اول ما وصلت لعننا كان متل ما شايفين عندها خطوط اللي بتيجي مع العمر مبين كتير حوالى الانس هايدي بعض منا صاد يعني بالوجه بعدين بيكون في عنا بتشوف الفرق كيف كانت قبله وبعد اعادة مضارة الوجه واعادة تكوينه كحجم قبل ما نلجأ اللي يشد الوجه اللي هي بتشد الجلدي بس ما بتعيد رونك الوجه هوني البروفيل في عنا بتشوف الانس اكيد قبل وبعد بدا تشوفها البعد شوي الفوليوم اللي كان خصنينه بالوجه والجفون العلوية اللي انعملت وايضا تحت الانس هايدي اكيد الشفيف تحت الانس تبقن حتى الخدود حتى بالحواجب بنحط فوليوم لإعادة الشباب للوجه نعم بالطرق هان في كتير اكيد الاكاديمية الامريكية في كتير من التقنيات الحديثة يردت حاجين على التقنيات اللي استغلتوا فيها مع سهل مثلا كبروتوكول انتواجد عندنا في الاكاديمية دايما للحالات اللي هي تكون الكلاينت متأكدة من إجراء جدول كامل لتطوير او للعناية بالبسرة للعناية اللي نسميها الانتي ايتنج البروتوكول هو يشمل انه التدخل الجراحي والتدخل الغير جراحي تدخل الجراحي متل ما تفضل الدكتور فراش حسب طلب الكلاينت يعني عارفة اصبع جراحة التجميل هي عبارة عن بوتيك والبوتيك وكيف الكلاينت يختار في الحد الطبيب مثلا يزيد يكون لانه ما عنده الخبرة الكافية كيف بيصبح الفكل اذا دخل الطبيب يدخل في نطاق طلب الكلاينت بس اذا صار اتداد عن النطاق هذا يكون وهذا الشيء مش من صالح لكلاينت ابدا ولا من صالح الطبيب يعني لو لاحظت شفايف تالي شفايف طبيعية جدا جدا يعني الشفايف اللي هي الكونتور اللي يخليه يعطيه فوليوم مثل ما تفضل الدكتور حتى الانت نقص 25% من حجمه طبيعي طبعا هو لازال وارم يعني هذا كان يعني حدا الدكتور اللي اجرى الها العملية دكتور بجيري طلب انه ممكن نستنى انه شهر زيادة بس انه ما كان يسمح مع الايام ممكن تطلع نتائج اجمل واحلة طبعا هتكون احلى ان شاء الله طبعا نجفون تنفيش ناو كبروتوكول مثل معانا ذكرتها حاليا انه نسمى التدخل الجراحي والتدخل غير جراحي حسنا طلب الكلاينت ناو التدخل الغير جراحي كان انه عابت ان احنا نجري بعض الخدمات الغير جراحية مثل الليزر لتصغير البشرة او الغبدبات السعوية او الانتشار الحراري لشد البشرة اذا كان فيها ندبات او حفر حسب المشكلة اللي يشكوا منها الكلاينت نفسه ما بدروا لك العمليات تكونت محتاجة لجراحة تعمل عمليات ممكن بدون استعمال لجراحة احيانا يكون الجراحة وغير الجراحة حتى نصل الى نتائج وهذا اللي حصل مع سالي سالي احنا عملنا لها الخدمات الانسانية هي انبوع الجمال اجرت تقريبا خمس تكليك لها انه بالعيادة تقريبا كل ثلاث اسابيع تعمل لها واحدة هي جراحة ولكن ما باينة ابدا ما في اماكن ما بين في اي ندب للجراحة طبعا طبعا اكيد وهذا شيء جدا مهم انه لما تعملين شيء انتي ليس في حاجة اليه جراحة التجميل هي اسلوب حياة وليس حاضر الانسان فالمفروض لما يعمل يكون متقن في طريقة انه ما يفرك اياها نعم نعم نرجع لسالي مرة ثانية سالي طبعا المرحلة كانت طويلة وصعبة يليت انعرف خلال هاي المرحلة واجراءت لبعض العمليات ما راودت الشعور ان نتتراجعين عن هذا القرار وان نتخلوين هذه العمليات المتعددة والله ما يعني ما راودتني اي فكر انه يعني ان ما اكمل المسيرة او امتنع بالتوتالي يعني لانه انا الشغلة الوحيدة اللي تنتخافة منها هو الانستيز التخدير التخدير لانه شوية يعني نسمع يمكن هواي بالتخدير تأذى وهواي راحة يعني لا سمح الله بس من شفت انه التخدير موضعي وبعدين حقيقة من كان دكتور فرازي يسوي لي الاملية يعني بوعي كامل وداي يمكن دا تكلمويا حتى يعني ذكر دا تكلمويا وداوبني بس مو حاسن نهائيا انه يعني عملية داسته فاللهذا مت خوفت نهائيا ولا فد يوم الايام فكرت انه امتنع او ما اكمل المسيرة حالي كتير سالي انت قلت تكلم دكتورة زيهان انك قلت تبطانا خلزيك تسفشني ويحت تسهرني بس وعندك مواهب نا والله يعني المواهب محبوبة ولكن بكثي يعرفنا بكثي يعرفنا بكثي يعني شو محيطك كالناس اللي حولك كيف كان ربت ثالون له شكل الجديد بلي سالي اول شي والله ليجي على محيط الائلة زودي يعني بالبداية شوية دا يسعر انه اكو تغيير بالوجه دا يقولي ميخاب اني راح اقبل بس راح انتظر يداشوف يعني انزل الورم او فد شي بس يوم عن يوم دا يشوف اني وفارق يعني الحمدلله انا سويتها لانه دايبين فرق اكتر يعني رجعني تقريبا عصر ثمينة دا شوف صورياني القديمة بيها من هذا الشكل الزديد يعني فوينوت انه واحد ما يباور به الشي نعم سالي طبعا الرضا اهم عامل يخلي الانسان سعيد في حياته فما ادري هل الرضا اليوم موجود مئة بالمئة في نفس سالي الحمدلله الحمدلله يعني يعني ذا يدي دا قود جوب يعني الحمدلله كل عملياتات ناس حواني ممنونة لهم وتعيدة بهالمظهر نعم طبعا نحن عمبر الروتانة خليجية نبارك لك على هذا المظهر الجديد شكرا ونشكر دكتور شراس على تواجد وعلى الجهود اللي بدلتوها مع سالي ايضا الدكتورة جهان دائما طبعا شرفين اول بول في برنامجها الله يسلم شكرا يا امر انا بس احب اعلق على نصة ثم تسمتها بشخصية جميلة جدا شكرا شكرا جميلة جدا طبعا الناس اللي فيهم هي النفسية الإيجابية نتائجهم تكون جميلة جدا وهذا الشيء حصل مع سالي طبعا اكيد انتو لو كان لكم دور في هذه النفسية مع سالي نشكر سمرتانة دكتورة جهان ودكتور سرات وايضا سالي ونشكر ايضا روتانة خليجية على تغطيتها لهذه الفعالية وننتقل لهذه الحالة الصحية اللي مرت فيها سالي وننتقل مشاهدين الى تزايد ظاهرة اختطاف الاطفال في المملكة العربية السعودية ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا موسيقى